جهاز فني بقيادة مارسل كولر اللي انا قلت رأيي في القصة دي اكتر من مرة هو اعظم من ضرب النادي الاهلي نتفك نختلف بس بالنسبة لي هو اعظم من ضرب النادي الاهلي وفي رأيي هو واحد من اهم المدربين اللي جنب في تاريخ قرة القضب المصري عموما مش بس النادي الاهلي مدرب رائع مدرب على المستوى الفردي تطوير اللاعبين رائع على مستوى التكتيك والخطط في الملعب رائع على مستوى الثبات الانفعالي في المواقف الصعبة والمواقف السعيدة رائع في كل الاوقات مارسل كولر رائع حتى في اختيارات الصفقات بتاعته رائع حكاية مارسل كولر حكاية هدية القدر للنادي الاهلي مارسل كولر فيش زيه بصراحة يعني وبالمناسبة يعني انا قلت الجملة دي قبل كده على جوزفالدو فريرا مدرب الزمالك واقولها على مارسل كولر واقولها على اي مدرب كبير بيجي مصر راجل ده يا جماعة يا ريت نستفيد منه اكتر من كده هتقول لي يعني ايه قال لك والله ما يروح يدي دورات تدريبية لمدربين مصريين شباب يشتغل مع مدربين مصريين عايزين يتعلموا اكتر واكتر مش عيب بخبراته الكبيرة دي انا مش بتكلم عشان هو ناجح وبياخد بطرات لكن ده راجل تاريخ كبير في كرة القدم العالمية فنستفيد منه انا نفسي دايبا الخبرات الاجنبية اللي تيجي مصر دي يعني ايه ناخد منها كل حاجة ده يا مسمى كتاب شاعة بس ناخد منها كل حاجة نصف فيه يعني امكانيات نستغلوا افضل استغلال راجل مش طبيعي يعني ناجح ناجح مبهر يعني اما اللاعبين هو ما بقاش الاوان ان احنا نقول على لاعب النادي الاهلي الحاليين انهم جيل زهبي للنادي الاهلي المجموعة الحالية من لاعب النادي الاهلي خلاص جيل زهبي ليه جيل زهبي خدوا كل حاجة دوري ابطال افراقيا خدوا الدوري خدوا الكاس خدوا السوبر خدوا برونزية خدوا كل حاجة على المستوى الفردي والجماعي مفيش بعد كده شكرا